الكذب مالوش رجلين انت طلعت دفعت بمنتهى القوة ومنتهى الكلام الكبير قوي وروح البروتوكول وانتوا ما تفهموا احنا ما يا جماعة ده انا راجل محاضر دولي طبعا على دماغي من فوق ما عنديش اي مشكلة وانا راجل انا وعملته تمام زي الفول ربنا اديك يا كابتن عصام انت اجمد واحد في الدنيا وانا عمري ما بغلط في شخصك يعني ولكن هم مين اللي كان طالع يدفع عن حكم مباراة او طاقم التحكيم في مباراة البنك الاهلي والاهلي اللي كان فيه الكرة دي شبه الكرة بتاعت انبارح هنا تحسبت وهنا ما تحسبتش طب نعود تاني نتكلم في حاجات تانية ولا كفاية كابتن عصام نفس اللعبة هنا هي نفس اللعبة هنا حضراتك كنت موجود فينا يا كابتن ساعة مباراة البنك الاهلي والاهلي قد في تونس على ما اتذكر او حاجة كده هو حضرتك لما بتحب تبقى فاضي بتبقى فاضي لما بتبقى مشغول لا يا جماعة انا مشغول كابتن عصام احنا ممكن انا ممكن اعود كده اسبوع قدام لغاية يوم لغاية المتشوق يعني معرفش لغاية امتى يعني هشوف بقى الاخطاء وخلي الناس تطلع لي انا لا اتصيد مثل هذه الاخطاء يا فندم انا كل اللي انا عايزه ان انا شوف تحكيم عادل وتقول لي ليه الاهلي بيطلب حكام اجانب هو كابتن عصام نفسها بيقولش كده على الملأ طبعا يعني لكن في الاجتماعات المغلقة وفي الاعدات اللي بينهم وبين بعض يقولك يعني مش عارف ليه الاهلي بيطلب حكام اجانب ليه ايوة لانه تفكير حضرتك وبالتبعية طبعا تقم الحكام اللي معاك اللهم فوق دماغنا من فوق كلهم اخواتنا واصدقائنا ولكن انا بتكلم على بشكل فني اكتر في الملعب كلهم بيبقوا اكيد ليهم نفس النهج لان حضرتك رئيس لجنة الحكام واسم كبير وليك تاريخك الكبير بحد الشي قدر ينكر هذا الكلام وانا باحترم الكلام ده جدا ولكن لما حالك تطلع تتكلم تتكلم للاهلي زي ما بتتكلم للفرق التانية يا كابتن عصام انا عمري ما شفت حضرتك بتقول ان ممكن مرة مثلا في وسط سنة او في مرتين ان الاهلي له حق في حاجة يعني لكن لما يبقى لحد تاني انا مش بتكلم على الزمالك والله انا بتكلم بشكل عام لو اي حد تاني هتطلع تقول ايه انت يا كابتن بعد المطش على طول ده انت بتستناش اوكي انا ممكن كل يوم اجيب لحضرتك حاجة من هذا القبيل واحط التصريحات بتاعت حضرتك فيا كابتن عصام لو سمحت لو سمحت رابطة الاندية قالت لحضرتك لو سمحت التزم الصمت اعتقد اللي انا فهمه واللي انا عارفه ان هناك بعض اعضاء اتحاد كرة القدم قالوا لحضرتك كابتن اصمم ملوش لازمة الكلام وحاجة برضو مصمم اشتركوا في القناة